وإلى ولاية الحظ الغربي حيث أشرفت السلطات الإدارية على إطلاق حملة تحسيسية بالسوق المركزية في مدينة العيون تهدف الحملة إلى توعية التجار ورواد السوق بأهمية تلقيح وتحسيسهم بخطورة الموجة الجديدة من كورونا مواصلة لمراقبة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من أجل محاصرة الموجة الجديدة من متحور كوفيد-19 أوميكرون أدى وللحوض الغربي وكالة زيارة للسوق المركزي للتأكد من تلقيح جميع التجار وأصحاب المحلات في السوق هذا إضافة إلى تقسيم عدد من الكمامات وحتى المواطنين على اتخاذ جميع التدابير الوقائية مؤكدا أن أي مخالفة في هذا الإطار سيتعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها أنا جئينا اليوم عند المرصة العيون قاعدة تحسيس كوفيد-19 كورونا جئينا مولا بنا كدن ندير نهون لجيان المجتمع المدني في السلطة المنكية من داخل المرصة ما مخالينا اليوم حتى دقاء نفتح بوتيكو ما انتق حتى ما انتقاء نقفل محايا بوتيكو بي دقاء التفرم أبليغاتوار بلان نحن 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 نموك لأكل بي مولا جئينا اليوم للبوتيكو ما كام ومجلنا عندنا دوت الآكتفيت إن شاء الله ودورتان كمية في المسك ومولي دي لودة الفاكسين لذلك دبين نهات كام حدنا انتظر الكمبانة الفاكسيناسي جاين مولي نشوف نحن نزيع الانفوليشن دي السيطات هيئات المجتمع المدني أكدت جاهزيتها لمواكبة هذه الحملة وذلك بتوزيع فرق تجوب شوارع المدينة والنقاط الأكثر تجمعا هذه عملية التحسيس والتعبئة مقام بها اليوم على مستوى ولاية الحوض الغربي بإشراف سلطات الجهوية الإدارية ولاية سنت إن شاء الله تعالى له ينتخل السوق حالا السوق الكبير وممفهم يبدأ توزيع منظمات المجتمع المدني على نقاط محددة في المقاطعة من أجل التفرق على هذه المهمة الذهية وأن فيها قدر من الزمن العمل فيها دؤوب طيلة الأيام ما عندنا فيها راحة ومستمرين في العمل وماشاء الله مع أن السلطات ما هي باخلة شيء والمجتمع المدني ما هو باخل شيء والمواطنين متعاطين مع العملية حملات تحسيسية حول ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية اللازمة ومتابعة من السلطات الإدارية لتطبيق هذه الإجراءات وعدم التساهل فيها تأكيدا على ضرورة وعي المواطن وإسهامه في تخطي الموجة الجديدة من متحور كورونا وميكرونها الأكثر انتشارا ماما محمد مولد الموريتانية مدينة العيون ترجمة نانسي قنقر